اكيد يا زينب هل سننتقل لفقرتنا التالية لان الكلمة والقلم لطالما كان سلاحا بوجه الحرب بكافة اشكاله وانواعه وجاءت الاعمال الادبية بكافة انواعه لتكون صورة صادقة لمعاشه الانسان بمراحل عمره كافة وما مر به وطنه من حروب وانتصارات ودباء خلال الحرب على سوريا دور بنشر الفراحة كساء الواقع وتسجيده التطلع لحياة اكيد افضل اكيد بدرية الابراهيم كاتبة سورية استطاعت بقلمة ان تثبت تفوق المرأة السورية وطبعا الكاتبة وهي لديها 26 ديوان شعري محكي واربع دواوين اخرى من الشعر الفصيح اضافة لرواية وكتابتها لعدد من الاغاني رح نبحث فيها يسعد صباحك وأهله وسهلا فيك الصباح الخير يسعد صباحك وأهله وسهلا فيك للاخبارية السورية أحلى وأجمل تحية صباح الورد والفل وأجمل وردي سورية معطر بيمسك وبخور ياسمين وعطر المنتور صباح النصر للجيش ولقلهم صباح النور يسعد صباحك كونهم العنصر الأساسي والفعال في المجتمع ونحن كلنا نحب ونوجه لهم دائما التحية أكيد منوجه تحية كبيرة لألون يسعد صباحك بالبداية 26 ديوان زجل خلينا نحكي عن بدايتك بالكتابة مناصرة للمرأة بشكل كتير كبير خلينا نحكي شو المميز بكتاباتك وأميز الشي بالنسبة لألك طبعا كما ذكرت سابقا أن الشعر يجب أن يكون شامل يتناول جميع المواضيع بمختلف الأسالي بالنسبة لشعري أنا يمكن ما تركت موضوع لتناولت وضمن القصائد وخاصة في ضمن 26 ديوان أكيد رح يكون شامل لكل المواضيع من أهم ما كانت المرأة والتغزل بالمرأة وصف المرأة بشكل دقيق شوي كذلك الرجول والطبيعة المواضيع الاجتماعية والمناسبات القومية كمان نعم لكن خبرنا كمان ليه الشعر المحكي يعني شو أهميته بالنسبة لك كيف بلشت فيه للشعر المحكي نحن نعرف هذا النوع من الشعر شعر كثير شعبي وكثير قريب من العالم وكثير صعب تمام الشعر المحكي طبعا فيه شعراء لكن لم بتصور ما حدا كان يوسق هيدا النوع من الشعر إلا بعض الأغاني نسميها الآن بالتراس الأغاني التراسية توجهت لهذا النوع من الشعر لأنه يتناول جميع فئات الشرائح المجتمع يمكن للطفل أن يحفظ الأغنية إذا كانت مغنات باللغة العامية أو الزجلية للكبار كانت رفيق الفلاح إلى الحق الرفيق المقاتل إلى جبهات القتال في الأعراس حتى في الأتراح يستعمل هذا النوع من الشعر لذلك توجهت عليه حب بهذا الشعر والموهبة موجودة ونادر كمان أحيانا يعني نحن عنا شعراء لكن ما ننبارزين أو ما ننباينين بالشكل الكافي لذلك أنا توجهت لتدوين وتوسيل جميع قصائد حتى حصلت على 16 ديوان بهذا النوع من الشعر خلينا نحكي عن مكانة شعر الزجل اليوم بعالمنا اليوم هل هو هل هو انت شعر بشكل كتير كبير أخذ حقه ولا لا شو بينقصه ليكون شو الدعم اللي بينقصه شعر الزجل برأيك طبعا الشعر الزجل وخاصة في سوريا مو أخذ حقه تماما لأنه مثل ما حكينا أنه بيتناول جميع للشرائح للمجتمع هو في متناول الجميع يفهمه الجميع ولكن بالنسبة أنه أخذ حقه في سوريا ما أخذ حقه مرت فترة من الأوقات كانوا حارمين مثلا الشعراء الزجلي يساوه فعاليات ثقافية وخاصة في المراكز الثقافية لكن رجع الآن أما ياخد حقه بشكل كامل لا نحن منلاحظ إذا أخذنا مثال هل لا لبنان نوع الزجل بالمحطات اللبنانية بيعطيها رونق جميل بيعطيها جمالية وسحر وجذب للقناة اللي بتكون عم بتساوي هيدا النوع من الشعر الزجلي أكيد خلينا نجذب هلأ ونسمع شي من حاضرتك أكيد نحن وكل المشاهدين اللي عم يتعبونا طبعا عيون حلياني هيدا من الديوان الأول اللي هو أبجديات الغزاب دخلك يا ليلي دوم سهراني دخلك يا ليلي دوم سهراني مأسور قلبي الطايف خلاني دور بجنح الطايف والنسمع جوا عشوق جنون مساني متل القمر متل القمر ضايع بها الغيمات بدو تايب عضو رباني منور بضوي غازل النجمات نور وحلا تتكون دفياني يرش الندي تا يغسل الوردات يرش الندي تا يغسل الوردات يروي ورق قلب ورقات دبلاني فيق معي أحلامنا حكايات فيها سحر بعيون حلياني نغني سوا نغني سوا ونتبادل الهمسات نسر وشعر علسان فناني زهور الربا ومن حولها فراشات وحدي أنا هالمرج عشقاني من نار حبه ولعد جمرات من نار حبه ولعد جمرات تحرق غرامي وكون درياني يرايت يرايت فيني يولع الشمعة تخبر حبيبي إش قد ولهاني مغروم قلبي مغروم قلبي مسهر النهدات ورموش غمزي فيه والعاني اسألي مجرب اسألي مجرب عطش البسمات عشفاف شهد بتكون عطشاني علوا يجيني يبوح بالكلمات علوا يجيني يبوح بالكلمات ومتل النسيمي وشو شغناني رغم التعب رغم التعب تصحى مع القبلات بلسم قريج إشفاح فرحاني يسعد هناي يبلل الوجنات بخدي أنا جمرات شعلاني وهي كل ليالي تعد سهريات وأهرب معك من يوم للتاني بحيات عينك كتر الغمزات بحيات عينك كتر الغمزات وخليك حدي نعوذ اللي فات حاجي يا حبي القلب وحداني نعم سلم هاتم يعني رجعتنا لأيام الضيعة والأعدات واللي من نسمعها بشو الشي اللي بيستحضر هي الحالة الشعرية إن كان شعر المحكي أو الشعر العادي خلينا نحكي كيف الأجواء اللي بتطلع معيك فيها هيك قصائد قصائد بدرجة الأولى عزيزتي هو وجود الموهب لدى الشخص أو الشاعر هذه الموهب يمكن يغزيها الطبيعة يمكن شخص يمكن حالة اجتماعية كما حكينا حدا من أسرتك كان بيحب الزجل أو كنت تسمع عيون حتى هيك حبيتي بالعائلة ما عنا بشعراء بس بأي عمر بلجتي أنك تحبي الزجل؟ عزيزتي بلجت بمرحلة متأخرة طبعا أنا كنت معلمة وبالتعليم وكنت مشغولة كمان بالولادة وبالبيت لكن من مدة يمكن شي عشر سنين بلجت توسيق بكتب أنا من زمان لكن بشكل توسيقها وأخذ الموافقة عليها على الطباعة والتداول هذه بلجت بالألفين وعشرة طبعا بعد ما نصحوني الشعراء وشافوا كتاباتي قالوا لي لازم أنت توسيق هدول القصائد ويكون لهم مجموعات شعرية طبعا ومن هناء ومن هناء ومن هناء ومن هل النقطة هاي أنا بدأت توسيق هيدا القصائد بشكل دواوي أكيد طيب كمان في أغاني كمان قامت كتبية يعني حدا غنى شي أغنية كتبتية أو في هيك شي انت كتبتية عن الوطن خاصة أنه بتعرفي نحن هلأ كل شي يمكن كل حدا عنده رسالة حاب بيوصلها لكل العالم من خلال أي شي موهب فيه إن كان فن موسيقى أعلام بمكان شغله طبعا بالنسبة للأغنية أنا كاتبت أغنية كمان وعندي مجموعة لا يستهان بها من الأغاني لكن وخاصة بها الظروفون بسوريا عندي مجموعة من الأغاني طبعا عندي أغاني ملحنة بالجزائر مطرب جزائري باللهجة السورية يلحنها في عندي كمان بمصر أغاني كمان تلحن كمان في بسوريا الملحن والمطرب ساهر الأسعد عنده مجموعة من الأغاني كلها ملحنة وجاهزة للتنفيذ يعني يغنوها المطربين لكن السماعة هيك وقتاني الحظ متل ما بيقولوا وتغني طبعا أنا كاتبت كمان أبريت لسوريا باسم المحافظات السورية وبتمنى تتبنى هذه الأوبريت وتغنى باسم المحافظات السورية أكيد الزجل عمود الشعر الشعبي شو رأيك انت بهذا الكلام؟ وقداش خلينا نحكي عن دور الشعر الزجل في تراثنا بجميع القضايا يعني هي بجميع القضايا تلامسنا كل ياتنا بالأفراح والأحزام والأعراس وكل شيء خلينا نحكي عن دوره الأساسي والمهم بتراثنا طبعا عزيزة الزجل هو ينطوي تحته أربعين نوع من الشعر المحكي طبعا في منه الموال القرادي الموشح لمعنا كل هدول ينطوي تحت اسم الزجال دوره بالمجتمع مثل ما قلنا طبعا دوره كتير منتشر وواسع وبيلامس القلوب الناس وهو قريب للقلب أكتر من الشعر الثاني يعني مثلا انت عم بتاخذ أغنية الأغاني حتى التي تغنى أو يغنوها المطربون هي عبارة عن نوع من الزجال لذلك دوره فعال الأغنية يمكن توصل تنتشر لمناطق بعيدة لكل العالم إذا كانت هادفة طبعا تصل بسرعة أكتر من الشعر أو أي شخص ثاني نعم